من جعل الإيمان بالنصوص موقوفا على موافقة العقل أو الذوق لا فرق عنده بين وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود أخباره وبين عدم وجوده وعدم وجود أخباره وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده والعياذ بالله تعالى ومعنى ذلك أن من لم يسلم لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويشترط أن يقبل عقله هذا النص أو يجده في قلبه أو يميل إليه بذوقه أو غير ذلك هذا في الحقيقة لم يسلم لله ما جاء به ولم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يسلم له أيضا بما جاء به والواجب إيه الواجب أن يسلم دون أن يتوقف على التسليم أنه يجد قبولا وذوقا عنده أو يرى رؤية أو وجد يجد ذلك في قلبه والمصيبة بعد ذلك أنه ربما البعض يشترط أن شيخا من شيوخه يصدق بذلك ويقول به طيب عشان الوقت أذكر الفائدة الخامسة من الفائدة أو الاستفادة من هذه القاعدة العظيمة ثبوت عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جميع ما يبلغه ويخبر به حيث أنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما أمر به الله تبارك وتعالى ولم يخبر إلا بما أخبر به الله ومحال أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل عليه من عند ربه النبي عليه الصلاة والسلام في كل كلماته كان صادقا فيها في كل كلماته كانت وحيا أوحى الله تبارك وتعالى بها إليه ولذلك يا عبد الله يجب أن تثبت وأن توقن وأن تؤمن بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ما نطق به لسانه وأخبر به عن ربه سبحانه وتعالى جل في علاه وأنا أذكر دائما وأسمعكم قول الله تبارك وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية من الله له تزكية من الله فيما نطق به عندما قال الله تعالى وما ضل صاحبكم وما غوى سورة النجم رب العباد هكذا يقول يزكي النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فيجب علينا إذن أن نسلم بكل ما نطق به رسول الله صلى الله وسلم وأن نعتقد العصمة فيما بلغنا به عن الله صلوات الله وسلامه عليه يا أهل الإيمان اعرفوا واعلموا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا لله عما جاء عنه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وقد تلقاه عن الله تبارك وتعالى بهذا يكون الإيمان صحيحا ويكون العبد مستقيما ترجمة نانسي قنقر